اشتركوا في القناة تتبع تكتيكات قتالية تستنزف قوات جيش الاحتلال وترهقه عبر اعمال هجومية كالاغارات السريعة والتركيز على الكمائن المركبة فضلا عن استهداف نقاط تمركز قوات جيش الاحتلال في اماكن وجوده والعمل على طرده منها ومن بين العمليات النوعية تعتمد المقاومة اسلوب تفجير المنازد المفخخة اثناء دخول قوات الاحتلال وفور وصول قوة الانقاذ تصبح هذه المنازل مقابر لعناصر الاحتلال بعد استهدافها بقذائف الهاون وتعكسه هذه الاستراتيجية كما يرى خبراء عسكريون قدرة الفصائد الفلسطينية على التكيف مع الظروف الميدانية لإيقاع اكبر قدر من الخسائر في الجيش الصهيوني وزعزعة معنوياته مع تجنب المواجهة المباشرة للحفاظ على مقاتلي المقاومة وضمن تكتيكات الحرب الطويلة تؤكد مصادر صحفية ان المقاومين يعملون وفق مجموعات صغيرة نسبيا لتفادي الاستهداف والملاحقة وللبقاء اطول فترة ممكنة في خطوط المواجهة سواء في الخطوط الامامية او البقاء في حالة انتظار للوصول لمرحلة الاشتباك اخذة بالاعتبار المرحلة المهمة والحساسة في تاريخ الحرب تدرك المقاومة بحسب المحللين اهمية الصمود في وجه العدوان وهو الامر الذي سيلقي بظلاله على الوضع السياسي والتفاوضي المتعلق بالقضية الفلسطينية واجمالا تدرك المقاومة انه لم يتبقى شيء للشعب الفلسطيني يمنحه القوة ويشعره بالانتصار سوى ردها على حرب الابادة الجماعية التي يشنها الاحتلال بدعم غربي وتجاهل عربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر